السلام عليكم. تكملنا لتصنيف الدايز و اخر حيوصلناك كتمسال أورنج هناخد الكونجو او الاحمر كونجو وده بيستخدم في صناعة في صبغة الاقطان باللون الاحمر وبرضو عن طريق النيتروزيشنز بيستخدام نفس الكلام الNO2 و الهCL يعني بيكون لي HNO2 عشان يكون لي العزوضير كورايت يفاعل بعد كده مع الامينز و ديبالكو فين هنا احلى اتش تخرج هي اله دي داي من الجنب الامينو اي اسهل H تخرج ويكون لي الكونجو رد طب هيك سؤال اجل اسألكم سؤال فين الكروموفور و فين الاكسو كروم يلا شطار الني اتش تو اكسو كروم يلا بسرعة كروموفور برافو عليكم طيب البونيس باسمارك اللي هو بصرادي في تنوين الاخشاب واغربنا عملنا في المعمل بين فني الديامينز ويعملو ويفاعلو جزائيين منو ويكون يعني منو في يعني زي ما يقولو ويكون باسمارك براونز اللي بيستخدموه في تروين الاخشاب باللون البوني بعد كده في اصباق ثلاثي فني الميسان زي طبعا عبارة عمراكبات دايينز دابل سنجل دابل سنجل يعني في الغالب كروموفورمات ونحط الني اتش تو كروم زي اوكسو كروم اول واحدة هناخدها الاخدر ما لقيت زي اللي قدامنا بنزل الضهاية مع الني اني داي ميسايا الانيلين في وجود الزين كورايد في وجود الزين كورايد ليه الزين كورايد بيخلي بيكبر طبعا ده لويس اسد يكبر الضهاية جروب انها تكسر وتبتتي تعمل عملية هجوم النون الكتروفيلي على الحلقات طبعا اصعب اسهل حتة اللي هي البارا بوزيشن في كل واحدة وتشير كوزيق مية وتعمل لي البيزيك كربونين المالكايد جيرينز اللي قدامنا نوى نتيجة وجود او اتش و الكربون هنا هوت وفيه نعالجن سهل يشير كوزيق مية بالاشي ال ويكون لي المالكايد جيرين اللي قدامنا اللي هو فيه ضب البوند ويزود عملية ايه يلا شطار يزود معدل الاكتران طيب ايه تاني غال اغضر المالكايد البارا الروزوانيليين وده عبارة عن البنزلدهايد مع جزيين انيليين في وجود اللويس اسد وهو زين كورايد ويكون لي البيزيك كربونين بارا ريزرسينولين وبالتالي البارا سوليانيليين الكورورايد بيكون نتيجة برضو اضافة اتش سيل يعني عايزة اوصلكم الخطوة الاولية هي اضافة الزين كورايد كالليوس اسد الخطوة التانية هو وجود اتش سيل عشان يكون البارا بارازوليو ايه انيليين اللي هو المركب اللي قدام كده احنا خلصنا التصنيف لغاية الاسو كومباونز المرة جاي بقى هناخد بقية التصنيفات ان شاء الله